وفي سياق ذي سيلة بالموارد وأبواب صرفها تضاربت الأرقام بشأن إنتاج العراق المتحقق من النفط في شهر تموزة حيث دعت بزارة النفط العراقية تحقيق إنتاج أكبر من الحصة المحددة من أوبك إلا أن تقرير الشهري للمنظمة الدولية أظهر أن العراق أنتج أقل من حصته المحددة بـ 2% وتابعاً العراق زاد إنتاجه بمقدار 30 ألف برميل يومياً ليصل إلى 447 ألف برميل يومياً عن نفس الفترة من عام 2021 وبفقدان 84 ألف برميل يومياً في تموز وبمعدل سعر يفوق المئة الدولار للبرميل يعني أن العراق خسر أكثر من ربع مليار دولار نتيجة عدم قدرته على تحقيق الإنتاج المحدد أفق أوبك